بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في حل اللاسية اللي جاتنا في الكوز. اول سؤال. السؤال طبعا السلام عليكم لكن كلها جات. طيب السؤال اول يقول لي اه رتب لي العمليات من الاقوى لالضعف. يعرفين عندنا ترتيب العمليات في الرياضيات اول شي عندنا ايش? الاقواص اقوى شي. بعدين الاس طبعا الاس في البيت ان هو ضرب ضرب. بعدين الضرب والقسمة. اوكي. والقسمة. وباقي القسمة. هذه كلها في مستهى واحد. الضرب نجمة. وعندك اه تمام? قسمة قسمة وقسمة العادية وباقي القسمة. كلها في نفس المستوى. اذا جات حسب الترتيب انت تاخده. فان عندنا الجمع. وايش? والطرح. في نفس المستوى. اللي جواه الواحد تاخده. فالو تلاحظين عندنا الخيار الصحيح هو ايش? دي. نور شي اقواص. بعدين هذا النجمة يعني ضرب. بعدين ضرب. بعدين قسمة. باقي قسمة جمع. فالجواب الصحيح هو دي. اوكي. نشوف الصور اللي بعدها. يقول لي اذا كان السترنج عندي هذا. اعطاني سترنج سماه اس. وخزن في له الحروف من ا الى جه. بعدين قل لذين. what will be the result of print? اس. جاء حطلي اس وحطلي اندكس. تمام? ابغاك تطبع لي هذا الاندكس. ايش حطلي في الاندكس? حطلي رقمين. عندنا ثلاثة اشكال لمعرفة الاندكس. اما يعطيني. اوكي? رقم واحد الاندكس. او. رقمين او. ثلاثة ارقام. اوكي? هذه في طريقة كتابة الاندكس. اذا اعطاني رقم واحد زي اول اول مثال هنا. معناته اروح الاندكس رقم واحد تشوف ايش? ايش الحرف اضبع. تمام? اذا اعطاني اثنين زي زي الحالة الثانية هنا. يعطيني بداية. ويعطيني ايش? نهاية. لك هي النهاية ما ناخد. حين نشوف. واذا كان عندي ثلاثة ارقام. بداية. نهاية. وهذه السب. هذا الخطوات وهذه القفزات اللي حقفزها. تمام? طيب تعال نشوف هنا. تلاحظ اعطاني النوع الثاني ها. اعطاني. اعطاني رقم. او نقطة الرأسية ورقم. اعطاني واحد وسالب واحد. ايش يعني? اعطاني بداية من واحد. والنهاية ما اخذ النهاية عندها دائما اخذ قبلها. دائما النهاية. دائما النهاية ما اخذ. اخذها قبلها. النهاية هنا سالب واحد. ايش اللي قبل السالب واحد. هيكون سالب اثنين. اذا انا حقف عند السالب اثنين. طيب انا ما اني فاهم كيف اعرف واحد سالب واحد ومن كلام ده. تعال. احنا عندنا في البايثون الاندكسين له طريقتين. طريقة ابدأ بها من اليسار لليمين. اوكي? في طريقة ثانية ابدأ بها من اليمين لليسار. من يسار السلسلة الى ايش? يمينة او يمين السلسلة الى ايش? يسارة. طيب من اليسار لليمين. هيكون عندك الترقيم موجب. الترقيم ايش? موجب. وتبدأ من ايش? تبدأ من الصفر واحد وانت ماشي. اما من يمين السلسلة الى اليسارة يعني من النهاية الى البداية. من يمين يعني هيكون الترقيم بالسالب. هيكون الترقيم ايش? بالسالب. وتبدأ كيف? سالب واحد سالب اثنين وانت ماشي طيب هو ايش قال لك قال لك واحد سوري واحد الى سالب واحد دائما البداية تأخذها البداية تأخذها النهاية ما تأخذها تأخذ الا قبلها فالان تعال هنا عندنا هنا السلسلة لتلاحظ البداية ايش قال لي ابدأ لي من الواحد ابدأ لي من الواحد دقيقة بس حنعرف الترقيم قلنا في اليسار اليوم بنبدأ ايش بالصفر يعني الا بصفر والبي بواحد اه يعني انا حابدأ من فان حابدأ من البي حابدأ من فان ما البي تمام شوف ابدأ من البي بعد نقال لي سالب واحد سالب واحد هو اخر شي هنا. انا ما اخذ سالب واحد اخذ لقبلها. فوقف ايش هنا. هتضع من فن لفن. هتضع من البي الى الاي. ليه؟ دهما البداية اخذها والنهاية ما اخذها اخذ لقبلها. فحنا نعرف انه الترجم من هنا من اليمين الى صار الجي اول شي سالب واحد. فهو لما نجي ما ياخد ايش الجي ياخذ لقبلها اللي هي سالب اثنين اللي هي الاي. اما هنا بدأ ايش من واحد احنا قلنا ميل هنا تبدأ ترقيم من الصفر الصفر A والB بواحد اوكي فارح اضع ميل B الى ال I شوفوا ايش اخذ طبع B C D E F G H I حلوين طيب السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده قال لي اي من الجمل التالي صحيح عن string operator احنا عندنا برضو في عمليات على string string اللي هو بعلامتين تنصيص فانا ممكن استخدم علامة الجعم بين string و string ممكن ايش استخدم علامة الضرب بين string و string يعني اقدر استخدم ال operator ده الضرب في string فانا لو حطيت مثلا كمثال string A زايدا string مثلا C كذا هذا بينهم علامة زايد ممعنى ان اجمعها لا حيدمجها يعني لما نسوي print حيطلق بعدي A C الدك صورة افضل حطلق الرقام حانتي فهم الصورة بس هي بين علامة التنصيص يعني مثلا خمسة هنا string زايدا سبعة هنا string كالتنهم string لانه في علامة التنصيص هنا لما نسوي print البايتن حيكتب خمسة سبعة مو يجمعها جمع رقمي لا حيحق حيدمجهم مع بعض رصيقهم جمع بعض اوكي طيب اما الضرب في ال string لو وجد كرب تلق خمسة حطيت مثلا هذه string صح حطيت جمبها مثلا اثنين كذا معناته يعني روح كرر لل string ده مرتين اكتب خمسة خمسة مو اثنين ضرب خمسة تمام فهنا نشوف ايش الجملة الصحية ال operator هذه الجمع والضرب اول واحد يقول لي the operator اللي هو الجمع والضرب can be used with string هذا صحيح طيب نشوف الثانية نقول لي the operator زايد repeat string خطأ الزايد ما ايش في string ما يكرر لكن يدمج طيب نشوف c c قال لي the operator هو الضرب use for concatenation of string خطأ ال concatenation هو damage كلمة concatenation damage الدمج اللي هو نستخدم علامة الزايد بين string و string طيب اخر شي the operator plus and الجمع والضرب يعطونا طول string خطأ طول string ما ما يستخدم له هذه الجملة اوكي طيب او طول string ما نستخدم بله عمليات الجمع والضرب طيب السوائل بعد الجواب الصحيح هنا ايه السوائل بعد يقول لي what is the audit of the given bython طيب اعطاني x ولاحظ خزة x شوف حط علامة التنصيص من يوم ما تشوف علامة التنصيص ان شاء الله جوتها اي حاجة تعرفها خلاص البايت رح تعبرها ايه string ما يهتم من يوم ما شوف علامة التنصيص البايتون خلاص على طول رح يشوف من الجوة علامة التنصيص هذه string يعني كمثال شوف هنا اعطاني zero b واعطاك binary نعرف انه لما نكتب صفر b وبعدها رقم مثلا واحد واحد صفر هذا معناته انه هذا الرقم binary صح لكن لو حطيت علامة التنصيص خلاص صار string البايت رح يشوف string فهنا استخدم قال لي اعطاني اكس وعرف بتغير وخزن فيه string لو صفر b واحد صفر واحد واحد ليعرف انه string علامة التنصيص اوكي طيب بعدها قال لي print type x فين عندي function اسمه type كذا هذا يحدد نوع عش المتغير اللي انا خزنته هل هو integer هل هو float هل هو string تمام فهنا قال لي print type x وحنا لاحظوا انه string اذا حيطبع لي class string الجواب c اوكي طيب صوى الى بعده هذا خلاص صرحنا نشوف الى بعده هنا the function round int 22 will return random integer طبعا هذا نظري اوش قبل النظري تعرف انه عندنا شي فيه عندنا function اسمه round int جاية من random لما لما تكتب random جوتها في round int راند int معناتها انا ايش 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 اه لما نكتب اجيب الارقام عشوائية sorry اجيب الاش ارقام عشوائية فرح اجيب الاش ارقام عشوائية سوري ارقام عشوائية وين راحت هنا وين 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 طيب هذي خلصنا هنا ايوه ارقام عشوائية من ايش واش يعني كان بعبك تعرف ايش او تكون حافظ ايش 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 وظيفة الراند انت لما انت تدخل تحط رانج بعدين تحط في الرانج ارقام هو البيثون لما تقول راند انت حيطبع لي اي اي ارقام عشوائية بين الاثنين والعشرين يعني مثلا انت حطت 22 يطبع لك ثلاثة مرة 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 يطبع لك خمسة مرة مرة بعد يطبع لك سبعة المهم تكون في الرانج هذا بين 22 ما تخرج عنها الجواب الصحيح بين 2 and 20 اه بي خطأ له لانه قال لك اما يطبع 22 خطأ c خطأ يطبع ارقام ارقام 22 بس تكون اي 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 خارج 22 بعد اقلب 22 بس متضمن 22 لا ما تكون ما تكون اي خارج هذا النطاق وتكون بيناتهم 22 ما يطبع عني 2 ما يطبع ال20 يطبع بيناتهم ما يطبع ال2 ما يطبع ال20 ركز لكن يطبع الارقام اللي بيناتهم 3 ممكن 4 ممكن 19 ممكن لكن ما يطبع 20 ولا يطبع 2 خطأ فالجواب اي طيب السؤال بعد هنا اقول لك ايش الشي نستخدمه اه سوري قلنا الدمج احنا في لو بنيدمج استخدم علامة الزايد فاي الجمل هذا صحيح اشوف الاولى وتلاحظ الاولى حط بعد حط هذا خطأ اصلا انت كيف تدمج مع رقم خطأ اصلا ما تقل تستخدم علامة الجمع بين ورقم خطأ طيب شوف ب حط بعدين ضرب بعدين بعدين الدمج لا خطأ هو ما يبقى هذا يقول لك ايما الجمل هذي راح تدمج الدمج في تحوط علامة زايد يعني اول زايد ثاني زايد ثلاث وهكذا هذي يعمل كونكتنات لما يطبع يطبع مثلا A B خمسة يدمج ونصقه مع بعض الجواب الصحي حين سيشوف السي هطل لك A string بعدين زايد يعني بيدمج سبعة string صح زايد B string هيدمج عندما يطبع هاري هيدمج A 7 B هذا كونكتنات دمج يلصقه مع بعض برضو دي غلط لأنه يدمج string مع نص مع رقم فهذا غلط ما ينفع لأنك تدمج string string نص لازم يكون نفس عنه كل هم كونكتنات طيب نشوف السؤال اللي بعد يقول لي هنا ايش الاؤد بطلح يكون في هذا الكود عطاني X يخزن لي فيها integer red green سوري يخزن لي فيها string red green red blue red بعد يقول لي index X index هذه يقول لك روح للقيمة ركز معي روح للقيمة اللي جواتها اللي أنا عطتك إياها وروح شوف إيش ترتيبها روح القيمة اللي ديتك إياها جوة الاندكس وشوف كم ترتيبها أوكي أو ايش متى أو متى ظهرت متى ظهرت عن ايش ترتيبها يعطيك أول ظهور عيد X dot index يقول لك روح القيمة اللي عطتك إياه شوف لي متى ظهرت متى ظهرت في الترتيب تعال شوف هنا طبعا هنا هذا يحسب لي كل شي يعني يحسب لي حتى الفراغات الرموز ال 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 كل شي وتلاحظ عندي الاندكس يبدأ من الصفر صح لو أبدأ من الصفر لمن فعندك ال R هنا صفر وال E واحد وال D اثنين رمز الدولار ده برضو تحسبه ثلاثة نغير لون الفاصل الفاصل تحسبها برضو الفاصل تحسبها أربعة الفراغ هذا تحسبه خمسة ها أول ظهور الجرين بدأ عنده ستة لو حرف الج فرح تقول ستة ايش معناتها يعني ميتا ظهر هنا سترينج هذا جرين صح سترينج هذا جرين كامل طب انت شوف بميتا انت دخلت عنده شفت أول حرف عنده هنا عنده الترقيم ستة لأنه قلنا R سفر E بواحد D باثنين ال S ثلاثة الفاصل أربعة الفراغ خمسة وال G ستة فالجواب B واضح يعني هذا S دوت انديكس و X دوت انديكس يقول لي روح شوف السرينج هذا أو الرقم أو أول شيء لن أمعطيك قيمة جوة الانديكس هنا متى كان أول ظهور لها في الترتيب تبدأ من صفر إلى أن تقف عند بداية ظهور لها أول ظهور لها طيب فالجواب B نشوف السؤال لبعد قلنا هذا يعني إيش الجمعة الخاط يعني سترينج دائما يكون مع علامة تنصيص فلتلاحظ هنا الأولى سترينج لأنه خزنها بإعلامة تنصيص والT برضو خزنها بإعلامة تنصيص وهذه برضو سترينج على خزنها بإعلامة تنصيص الأخيرة أعرف متغير وحط فيه جملة ولكن هذه الجملة لسي سترينج فهذه الجملة خاطئة عن إيش سترينج كونستنج الجواب الصحيح هو D طيب السؤال إلا بعده قال لي رتب العمليات أتوقع إذا شرحناها رتب العمليات من ليش من الأقوى لل أضعف قلنا الأقواس بعدين الأسوس بعدين الضرب القسمة أخر شي الجعم الطرح هنا أقول لي متى حطبع الإيرو المسج لاحظ أن عندي هنا جملة طباعة وأبغى أشوف أي جملة خاطئة أول شي لشوف الجملة الأولى الجملة الأولى الخمسة هذه سرينج بعدين زايد أستخدم دالة الانتيجر دالة الانتيجر يمكن استخدامها لتحويل السلسلة اللي عندك السترينج اللي عندك إلى نص فلما كتب انتيجر وحطي لعشرة بإعلام في التنصيص هذه عشر الآن سرينج فلما استخدم دالة الانتيجر يبغي يحول العشرة هذه إلى رقم إيش صار جو الآن حيث سيكون عندك خمسة زايد عشرة ليه لأن هذا الانتيجر حول العشرة السترينج هذه إلى رقم طيب هل هل هذة جملة صحيحة هل يمديك تجمع سترينج مع رقم خطأ إذن الجواب الصحيح هو A لأن سيطلع error message أما لو جيت الثانية الصحيح هشوف int وخمسة بيحول سترينج هذا الجوة إلى رقم فصر خمسة بعد جبع عليها رقم عشر فهذا الصحيح ما فيه يجمع رقم مع رقم سي فور صحيح لأنه بيجمع رقم مع رقم هنا الأخير حط لك سترينج خمسة بعد استخدم دلة السترينج دلة السترينج هذه السترينج هذه تحول الرقم إلى جوة وإلى سترينج فلما كتبت سترينج عشرة يعني صارت عشرة كذا تحولت إلى سترينج طيب عشرة وزايد عندك قبل سترينج خمسة يمديني أجمع سترينج مع سترينج فالجواب صحيح إذن الجملة الخاطئة هنا والعبارة الخاطئة التي تطلق إرور مساجية طيب هنا يقول إذا كان السترينج هذا نفس الكلام من A إلى J إيش يحكونا الناتج قلنا بدأ الترقيم عندي يبغاك تطبع من الترقيم السالب الثلاثة إلى النهاية قلنا قلنا عندنا ترقيم في البايثون من اليمين اليسار سالب وأبدأ من سالب واحد طيب وقال البداية من سالب ثلاثة إذا تلاحظ عندك هنا الج سالب واحد والI سالب اثنين والH سالب H ثلاثة فرح تبدأ من سالب ثلاثة إلى النهاية كيف عبت النهاية إذا كان عندي اللسة كذا الاندكس كذا إذا ما كتب حاجة هنا معناها هذه فاضية النهاية فاضية نروح إلى آخر شي ولو كتب مثلا برضو في البداية كذا ما حط حاجة البداية فاضية معناها ابدا من أول عنصر ولو تلاحظ هنا تلاحظ البداية من سالب ثلاثة فان سالب ثلاثة الحرف H لأن الأول سالب واحد سالب اثنين والH سالب ثلاثة الترقيم اليمين يلسار سالب يضع H للنهاية النهاية J ولو تلاحظ الآن هنا سيضع H I J بدأ من سالب ثلاثة راح لآخر شي هو الج طيب نشوف سؤال آخر يقول أي من الجمل هذه خاطئ عن تخزين خاطئ لل string في variable S طيب نشوف أول وحدة أول وحدة تخزين صحيح ليش لأن نحط string بإعلامة تنصيص بإعلامة تقول لنه مصعب في علامة التنصيص هنا الجو لا يفرق هذه معادلة إذا حطيت بداية علامة تنصيص تمام خلاص وضعك الآن تمام في الأطراف دبل تمام هذه حق string كده البيت الحفام حق string أما أما في النص هذه هذه زي الفاصلة فخلاص ما دعم أنت خزنت الجملة بين string بداية ونهاية كده أنت تعريفك صحيح ل string variable طيب يعني الأول صحيح فهو خطأ تعال في الثانية الثانية خطأ ليش لأن هو خزن التنصيص أوك بعد نرح في النهاية حط علامة التنصيص أوك بعد الثانية حط في النص علامة التنصيص خطأ إنت كيف مثلا الباية الحفام منه هذا كده بداية string وهذا نهاية string طيب هذا بالأخير هذا خطأ أنت لازم تخلي مثلا البداية علامة التنصيص ونهاية علامة التنصيص وجوه علامة التنصيص ما في شي خلاص الباية الحفام منه هذا مع هذا الأخير هذا كده جوتها خزن string تمام فهنا الجواب الصحيح هو B أما الباقي كله صح لي شوف ه هنا حط خزن string صحيح والأخير برضو خزن string صحيح ما في شي هذه string هنا علامة هذا في بداية وهذه النهاية وجوه حط باقي سلاش فما في شي الجواب الصحيح هو B لأنه خاطئ تخزين خاطئ ل string هنا شرحنا هذه نفس الشيء هنا قال لي في سؤال خمسة إيش الحط عليك في هذا الكود إيش حيطلع عرف string وخزن فيه string red blue green red blue red بعدين قال لي print x count count هذا يحسب لي يحسب لي كم مرة ظهر عندي المتغير في string اللي أنا إيش خزنته حتى لو كان جملة حتى لو كان جملة أيوة يعد لي كم مرة طلعت الجملة هذه تمام فلاحظ قال لي x dot count pink يعني روح الان string اللي عندك وشوف لي كم مرة ظهر عندي الكلمة أو كلمة pink لو تلاحظ أنا ما عندي pink ما عندي pink عندي red blue green ما في pink فإنت لو كتبتها ما حطلع لك شي حطلع لك صفر لأنه ما عد ما عد ما ما ظهرت ولا مرة فالجواب صفر لو مثلا كلمة red كم مرة ظهرت لو كان pink red شوف red هذه مرة واحد اثنين ثلاثة فالجاب يكون ثلاثة واضح طيب نشوف سؤال آخر آآ توقع إذا شرحنا هنا يقول لي آآ في python code هنا أنا عندي برضو آآ function معروفة x dot triples هاري تستبدل لعنصر في string بعنصر آخر ما يكون كلمة أو رقم حسب إيش حسب اللي حسب اللي أنا معرف لو أنا معرف string فأقدر أستبدل عنصر في string مع عنصر آخر فهذه كيف تقرأ x dot triples وإعطاني string hello word وقال إطبع لي بعدين خزن أو إطبع لي بعدين حط لي x dot triples معناها عندي حكون متغيرين هنا x y كمثال معناها يستبدل لي العنصر x by فلو تلاحظ لدي هنا الكلمة word قال لي روح 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 string اللي أنت مخزن في الجملة وشيل ال word هذه حط مكانها أو استبدل ها ب u q u فايش حصير hello u q u صح او شوف الجواب حيكون ايش اخر شي اخر طبعا هذه انتبك كمان الحروف يعني واضح استبدل word bq u طيب باك سلاح هذا يقول لك is due to get 30 special character called escape character هذه النظرية لازم تعرف انه العلامة هذه ثم escape character طيب سؤال اخر اي من هذه الجمل ليش ليس صحيح عن escape character اي من هذه الجمل ليس صحيح عن escape character escape character رمز كده باك سلاح تمام فايش الجمل الخاط يعني وتلاحظ ان هذا الجمل خاط ليش لانه استخدم هذه زي القسمة اما ال escape character تكون زي كده زي ه زي ه شايف فالجواب الخاطئ هنا c طيب هذه خلاص صرحناها نشوف غيرها هنا توقع ما في نشوف الصور الجديدة هنا باقي اربع صور طيب عندي هنا قال لي هذا برضو صرحنا نشوف غيرها برضو صرحنا نشوف غيرها برضو شرحنا قلنا الراندين تجري اطباع لرقام عشوائية بس محصور في الرنج اللي معطين يعني 22 و 20 هنا برضو شرحنا هنا اطباع من واحد سلب واحد شرحنا خلاص كده خلصنا